السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديال 24 في شهر واحد الحلقة ديال هاد الأيام يا إخوان وكيف ما غادي تكونوا لاحظتوا يعني الأخبار ما كتكونش فيها كثيرة بحكم أنه مواقعنش بزاف ديال الأحداث وكل قصعوبة أكتر هاد الأيام باش أنا نندير الحلقات ولكن إجمالا كنحاول أنا نندير فقارات لتكون فيها استفادة كالفقرة اللي غادي نطرقوا فيها إخوان خطوة بخطوة كيفاش تنخارط في العملية ذي السلام الضريبي لأنه وشرحت هاد الموضوع يومين وبعض الناس سؤالوني كيفاش تدير العملية من اللي ورحة للأخر أنا انخارطتي إخوان في هاد العملية وواحد الكارتال اللي عندي دخلتها في السلام الضريبي غنوريكم كيفاش درت ثلاثة دقيقة ما غادي شفوتوها وحتنتوا ما غادي تدخلوا إخوان في هاد العملية وتحيدوا الكريدي اللي عليكم رطبيت حالي إخوان غنتكلموا على خبر اللي حالي كتروج ليه الصحف الغربية المغرب يرسل عشرين دبابة حربية إلى أوكراينا رطبيت حال خبر يا إخوان اللي هو يا خاطير أمني شو أنا يتصدمت ولكن خبر لا أساسه له من الصحة والحاجة المهم ما غنعرفه علش الغرب يا إخوان كيروج لهذا الشي وغنشرح لكم الأسباب كيف ما أنه غنتكلموا على الضغط اللي ما زال مستمر على ألمانيا باش عطي إخوان ترخيص ديالها باش يتعطوا الدبابات إلى أوكراينا وغنشوفوا يا إخوان شهادة ديال تونسي اللي صارة حتيني إخوان فهذا الفقرة يعني عقلتوا نهار قلت لكم رأه القوي إخوان المخبأ الثالث أو المنزيد الثالث ديال زعيم المافيا ديال كوزانوسترا اللي كان بلغ على ذاك المخبأ إخوان كان مواطن اللي عنده شركة ديالة الرحيل وهذاك المواطن طلع مواطن تونسي غنقول لكم اللقاء اللي دار معالد كوريالي ديالة سيرة وأشنك يقول وواش خايف ولا ما خايفش لأنه كي ظهر يا إخوان بالوجه دياله بالصورة دياله باسميته وبكنيته غن تكلموا كذلك يا إخوان على الأزمة اللي دارها حرق القرآن الكريم دكش اللي داره يا إخوان في السويد واحد السياسي دانيماركي اللي حرق القرآن أمام السفارة ديال توركيا تبارك الله وما شاء الله على توركيا يا إخوان خدت القرار اللي غادي تعطي به درس كبير يا إخوان السويد وشوفوا معايا القرار ديالها وغنشرح لكم أشنوقا كيف ما غنتكلموا على عائلة مغربية اللي اعطوها الصفراتو يا إخوان وكان صفراتو التالت ولذلك يكون تنفيذي وضامنوا معاهم الجيران ديالهم الإيطاليين وسبح الله يا إخوان راه ما شي دائما كتكون العنصرية بل فهد الحالة بينوا واحد تضامن اللي صراحة زوين وزوين بزاف والله يسهل على هد العائلة المغربية أنها تلقاي إخوان سكان آخر كيف ما العادة أشكركم بجزيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس لم يشاركينش اشتركوا باش بقوا توصتوا بالجديد إن شاء الله فهد الفقر يا إخوان غنتكلموا على الأخبار ديال الجالية خبرين سريعين وأول خبر اللي غديم دوبيه هو خبر يتعلق بالزعيم ديال المافيا كوزانونسترا هو يمطيهم السينا دينارو اللي تم القرد عليه في الأيام الماضية المهم اللي كيني إخوان إلا عقل تتكلم عليه جوج ديال المرات المرة الأولى مني تشد والمرة الثانية مني قتلكم المنزل اللي كان ساكن فيه القوا ثلاثة المنازل وقتلكم بلا أنه واحد من هاد المنازل القواها لأنه الشركة اللي كتدير الترسلوكو يعني كتعاون الناس باش يهزو ذكر رحيل ديالهم هم لعاية والبوليس قللين فعلا هاد السيد راهضيج أشفناه وحولنا له هاد السيد دياله من منزل إلى آخر وبطبيعة حالي إخوان فهذه اللحظة وأنا كنقرأ الخبر والله العظيم قلت هات الصحف الإيطالية زي ما كين مخافوش على هاد السيد كيعطيه المعلومات دياله كيقول بلا أنه هو لعاية البوليس ولكن السيد يا إخوان براسه وخرج تتكلم على الصحف وهات الصورة اللي كتشوفها هو يا إخوان من الشركة اسميته يا إخوان جيهاد هو مواطن تونسي وكبر تميه إخوان وطراع راعتما يمزوج بإيطاليا وكعيطه له تجاني جيهاد بطبيعة حالي إخوان اليوم أتكلم على الكوريلا ديال السيرة وحتى من خلال العنوان يعني كيحاولوا أنهم يدروا عنوين اللي هي متيرة باش الناس يدخل تقرأ غلخص ليكم يا إخوان هاد المقال الطاويل هو بطبيعة حالي إخوان قال لي معي إطليا وتكلم معي وقال لي بلا أنور عندي واحد الرحيل باغي أن نقله من واحد المكان إلى آخر بطبيعة الحال في هذه الحالة حتى شي واحدي إخوان ما عارفه قال لي وش قدم لك بالاسم دياله الحقيقي قال لي يا ملا ولكن صيفت لي التصور ديال الآتات اللي بغي نقل عنده تلاجة وماريو اللي كان فارغ وش هي آتات اللي قليل بطبيعة الحال قال لي وش آتات لي هو يغالي بزاف قال لي ملا ودي راعي رآتات اقتصادي لدرش أني درت لي واحد تسكنتو الموهم درت معاه واحد النهار وصيفت لي ربعا ديال الخدامة جوج ديال الشركة ديالي وجوج تتلفتو من عند شركة أخرى ومشاو عنده ولكن تعطله شوية وانا من عاية تليف التليفون قلت لي رأي تعطله عليك شوية قال لي هم تميز صوت دياله تغير وذا بحالي مني كنسمع ذلك الميساج ذلك الأوديو اللي يرسل لي قال لي ملحمك شوك علي قال لي الموهم قال لي مشي موشكي العير ما تعطله انا ركنت سنكو من الخارج هذا هو اللي قال لي في الأوديو مني غايب شوتمي يا إخوان غايقوا ذلك التصاور اللي القوا في علن الصحف الإيطالية صور ديال الفيلم الأمريكي البادرينو اللي كيتكلم عن المافيا اللي كانت كتحكم في أمريكان وهذا من أحسن الأفلام في التاريخ ديال السينما ديال العالم كامل لحضوط الساعة يعني من أحسنهم ماشي الأحسن المهم ما علينا مشاوي إخوان نقلوا لي المسائل خمسمائة أورو اللي خاص يخلص قل لي راه غادي نصافت لك الكودي شيف سكالي والدوكوميتو ديالي في واتساب باش دريل الفاكسورة ولكن ما عمرو ما صافت الواتائق دياله من بعد يا إخوان مني غادي تخرج الأخبار وغادي تبين الصور ديال ميسينا دينارو في جميع الناشرات الإخبارية غايشوفو الدراري اللي بشو نقلو لي حيث هو مشاش دك النهار غايقولي دك السيد اللي حالين في الأخبار هو اللي بشين المنزيل دياله هو اللي نقلنا لي الرحيل دياله غاي عايط لي الأب ديال واحد دريلي كان نخدم عهلي لأنه ودراري كلهم صغار قلك عندهم قلب من 30 غايقولي فين صيفتي ديالي والدي والصيفتي عاد الكابو ديال المافيا هو مني غاي عايط لي غايقولي وش في علم متأكد منه قل لي اه غاي عايق غايمشي عاد المحامي دياله قل لي اشنو غادي ندير المحامي قل لي اجي معايا عند الرجال الشرطة ومشي وقالوا الرجال الشرطة ذاك الشي اللي يكاينو بلا انه هو الدار اللي كان ساكن في راهية هذي وعطاه العنوان مني غاي سولو الصحيف هو ش ما خايف من انتقامه او شي حاجه قل لي ما ودي انا راني معروفة ذاك المدينه ومعروف انني دريدرويش خدام على راسي عندي شركة ديالي وماشي برقاج يعني انا ما درت اتشي من اجبش نبرقاج ولكن رسارة حتيني اخوان اتشي واحد ما غايب سي تحطف الموقف غايعيط لك الاب ديال واحد خدام عندك فين صيفتي لي وودي اشنو غادي تدير مشكل ما ديكلاريتيش مشكل اكبر ولذلك نتمنى انه ما بقى عليه والونا هيك على انه المافيا كيف ما كنقولو منذ سنوات اراها ما بقاتش اخوان عنيفة المافيا فهمت انها تقدر تربح فلوس يعير بالعلاقات ويعير بالنس اللي تشريهم بلا ما تقتلهم ولذلك المافيا العقلية ديالتي اخوان والتي حاليا كتديها اكتر في الاستثمارات كتر ما كتدير الجرائم اللي هي اللي فيها اسالة الدماء المهم رجوع اللي اخبار اخرى ديالجالية المغربية هادي اللي كتشوف معايا وقفة احتجاجية على السفراتو والطرد اللي تعرضت لي عائلة مغربية زوج وزوجة عندهم ثلاثة ديالاطفال اللي عندهم 6 سنين 8 سنين وكذلك 12 عام هاد الناس اخوان هاد العائلة المغربية ساكن في السنطر ديال مدينة تشيزينا وهاد الايطالي اللي كتشوفوا يا اخوان الجيران ديالهم يعني سبحان الله بعد المرتي اخوان كتلقى شي جيران اللي يعني لدرج انهم خرجوا دير وقفة احتجاجية على هاد السفراتو وكيف ما كي شرحوهما قالك احنا يراه جيران اللي مديرين واحد الكنترادا يعني ديرين واحد بحل جمعيا قدروا نسميه اخوان ديال واحد ربعات زناقي وقالك نقوموا باعمال اللي هي كتسهل اندي مجل هاد المهاجرين ولادهم قال لي هم اصدقاء ديال ولادنا وناس اللي 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 عمر لي هم دار بتطبيق حالجاهم لصفراتو اللي والتاني والثالث اللي كي يكني اخوان تنفيدي بتطبيق حال مداد هو ديرهم صفراتو من بعد عشر سنين هم مساكن في هاديك المنزل ااهيك على انه العائلة حاليا متبعى اخوان مساعدة الاجتماعية وعلى حساب ماكي شرح المسؤول على السياسات الاجتماعية ديال البلدية ديال تشيزينة قالك السبب الرئيسي ديال صفرات اللي تعرضت للعائلة هو أنه في المنزل يعني هاد العائلة الشخص الواحد اللي يخدام هو الأب وللأسف ما بقاش خدام أو أنه الراديس ديالهم ينزل بزاف وما بقاش قدر أنه يتكلف بالنفقات ديال الكرة ولهذا لقي مشاكيل حتى فش أنهم يلقوا كرة باديل أصلا ديور في الكرة ما بقاش بزاف وحتى ديور اللي سيلقوا غالية بزاف وما يقدروش أنهم يخلصوا الكرة ديالهم ولذلك الله يدري ليمشوا ديال الخير يا إخوان داعوا معاهم هدي أهم حاجة غدي تديروا انتك تفرج دعا لهم اللي يصير الأمور ديالهم واللي يصير الأمور ديال جميع الناس يا إخوان اللي واحلة في الكرة فهذا الفقر يا إخوان غدير رجعوا نتكلموا على السلام الضريبي هدي يومين تكلمنا القانون كيفاش خدام وشنا هي الاستفادة اللي غدي تكون وكيفاش الناس غدي تستفد وشرحنا التفاصيل ووريتكم كذلك الموقع اللي تدخلوا منه باش تنخارطوا في هاد العملية إلا أنه بزاف ديت الناس بقوكي تساءلوا يعني العملية مواضحاش وش ممكن أنك تورينا من اللول حتى اللخر العملية راه سهلة للغاية وغامشوا نشوفوها سريعا ما غنتعطلوش أولا غدي بشو تكتبه في جوجل أدجينسية انتراتي ريسكوسيونو كيف ما مكتوبه حاليا غتكليكوا على الرابط الأول وغدي تحتاجوا يا إخوان عير كمبيوتر أو تليفون وورقة فش تقيدوا واحد نوامر أنا غدي نوريهم لكم حاليا بطبيعة الأول حاجة غتدير أتشادل لاريا ريسيرفاتا غتدير تشيطة ديني مواطنين وغدي تدخل بسبيد ديالك أنا عندي ديالبوسطة غدي ندخل به كتدير أكونسانتو ومنك تطلع لك هاد الواجهة راح أطل لك واحد العلامة حمراء على هادي إخوان العملية ديالسالان الضريبي غتكليكي عليها وغتكليكي في هاد ديكياراتيوني في الخطة اللي منبعد غدي تلقى الكوديشي فسكالي غتدير الكوديشي فسكالي ديالك وغتدير أفانتي غدي توصل هاد الصفحة فهاد الصفحة كيف ما قلت لكم الفوق غدي تلقوا المعلومات الشخصية ديالكم أنا ما غنيش نوريهم ولكن هنا يغتلقوا المعلومات اللي قدروا أنهم يتواصلوا معاكم فيها وغتتحدوا كذلك النوع ديال الكارطيل اللي انتوماية باغن تمحيو بزاف ديالناس كيتساءلوا على الكارطيل لا إنا هي الكارطيل لو كيفاش غدي نلقوها ساهلا يا إخوان غاد تفتحوا صفحة ثانية هذي هي الصفحة الثانية خلينا الصفحة الأولى نفتحها في الجانب الصفحة الثانية غاد بشول دوكومنتي وإلا كانت كنت تسالكم شي حاجة غتلقوا هنا يا كيف ما وريتكم سابقا كيف ما قلت لكم ده السلداري هما يلي خصك ما زال تخلص صلداتي هما اللي خلصتي احنا ما كنت تكلموا على هذو كل ما زال خصنا نخلصه وغدي نكليكو على بيديافي مثلا في هذه الحالة أنا غدي نطلب باش أنه يتحيد عليها هذي الكريدي اللي هي عندي 1 400 أورو وربعة ولات 454 زدت 50 أورو تقريبا في 11 سنين هنا الرقم دي لهذا الكارطيل اللي فينا هو هو هذي إخوان هذا اللي كتشوفه معاين غندير له كوفيا وغمشي الصفحة الثانية وغدي نعمر المسائل مثلا أنا بروفينشة ديال براتو ولذلك تدير المعلومات كاملة الإيميل تليفون لنديريتسو قاعدك الشري طالب منك وغدي تحط الراقم ديال الكارطيل اللي هنا حيث هذا الرقم هو اللي وحلو فيه بزرعة الناس الحاجة اللي هي مهمة ما غديرش آفانتي حيث إذا درتي آفانتي رأي حاجة ما درتيها وأنا رأي بقاتي إخوان شيومان وثلاث يمكن دير آفانتي ولكن ما كنت تقبلش لي الموضوع وكن قول ربما الرقم هو اللي غالض خاصتك تدير عد جوجي اللي غدي تلقى هنا في الجنب ها هي إخوان دازة العملية بناجح طيب يتحل هنا غي تلبو منك أشياء أخرى هادي مشي أوبليجي بش عمرها ولكن إجمالاً غدير الموضلطة اللي بغتي تخلص بها وش خلص راطة وحدة وش خلص في أكبر عدد ديال الراطات اللي كتيحهم القانون ولي ديالك غد يعطوك مثلاً خمس سنين أو أنه أنت غدي تحدد من جوجي راطات حتى السبعطاش إلا كنت بغيتي واحدة رغت دير عدد أونيكا سولوتسيوني ولي ديالك إلا بغيت أنت تخلص في خمسة الراطات أنا مثلاً عندي هذا 400 قلت ربعات الراطات كل واحدة نخلص فيها 100 الحل هو أنني ديرها كون كتب هنا 4 ولكن إلا بغيت نخلصها كامل الفضاء غن دير أونيكا سولوتسيوني وغن دير آفانتي وهناي إخوان على حسب الحالة يعني تقدر تدكلاري بلا أنه ما كانش أحكام لك متعلقة به هاد الكارتالة اللي انت كتدوز فيها أو أنه كين أحكام ولكن كتسمح في كل شيء وطبي طيب الحال أنا بحكم أنه ما عنديش أحكام سنضير لولي إخوان وغن دير بلا أنه هنا رحك نطلب أنني نخارط في هاد العملية ديال السلام الضريبي غادي تدير تكليكي على هاد لأنه وتشين مسائلي إخوان خاص كلاب دا ما تكليكي عليهم باش يقبلوا لك وغادي تدير كنفيرما غايقول لك باغي تتسافت الدكاراتسوني غايت تدير أوكي وهناك يقول لك بلا أنه الدكاراتسوني ديال كراها تكون فاليدات غادي تسافت لك واحد الإيميل في الإيميل اللي حطيتي في القياد وإجمالا يا إخوان راه كيفما قلنا في شهر الساق غايقول لك القيمة اللي خاصتك تخلص وكذلك أول أراطة غادي تخلص في الأخر ديال الشهر سبعة طبية الحالي إخوان كل ما كانوا عندكم ملفات ضاربية كثيرة سيتكرروا هاد العملية أكثر من مرة أو أنه في العملية الأولى اللي درتو مني كتدير الكود الأول كتبشت دير الكود ثاني يعني كتقلب على كارطين لأخوان مثلا أنا ما عنديش هنا يا إخوان مثلا كو كانت كارطين للتحت ديالة غتزر راقم ديالها وغادي تحطوا غادي تجمع الكارطين لات كاملين ومن بعد غادي تحدد العدد ديال الراطات اللي بغايت تتخلص فيهم العملية راه سهلة جدا يا إخوان وفيهاش يعني تعقيدات كثيرة خسكم عيرت عارفوا الحال ديالكم كيفاش ديره واش عندكم أحكام فيما يتعلق بذلك الكارطين اللي انتو مايه بغن تحيدوا عليكم رجوعني إخوان إلى الحرب الروسية الأوكرانية بطبيعة الحال جديد الأخبار وكين أخبار مهمة تخص المغرب كذلك إخوان وأخبار اللي كتروج حول المغرب واللي ذكرها كذلك إخوان الكورياري ديلا سيرا أول حاجة اللي غامدوا بهي إخوان هو الخبر اللي كي يجي من توركيا لأنه بسبب هاد الحرب كين السويد وكين فنلانديا اللي طلبوا أنهم ينخارطوا في حلف الناطو وكين دولة واحدة اللي ما زال حدود الساعة ما قابلاش بالإنخارات ديالهم والدخل ديالهم إلى هالتحالف اللي هي توركيا والسبب ديال الرفض ديالها هو أنه في السويد أو في فنلانديا كي صادفو ناس وعاطينهم اللجوء السياسي وبالنسبة لأنقرة هما يا إرهابيين تابعين الحزب العمال الكردستاني وطبع يدح الحال يعني إخوان هاد العملية ديال الدخول ديالهم إلى حلف الناطو تزداد تعقيدا خصوصا أنه اليوم مسؤولين من الحكومة التوركية كيعلنوا على أنه الاجتماعات اللي كان خاصة تكون ما بين توركيا والسويد وفنلانديا فهاد الأيام والأسبوع القادمة غيتم تأجيل ديالها إلى أجل غير محدد يعني ما بقوش غيد دارو وأصلا كان خاص الوزير ديال الدفاع ديال السويد يمشي الأنقرة باش يتلقى مع أردوغان والوزير ديال الدفاع والوزير ديال الخارجية باش يلقوا الحل باش يتافقوا على الدخول ديال هاد جوج ديال الدولات إلى حلف الناطو علش توركي دارت هاد شي توركي دارت هاد شي إخوان والسبب هو هاد السيد اللي هو يا دانيزي يعني داني ماركي وكيترأس واحد الحزب متطرف يميني اللي كان في السويد كيكره المهاجرين وكيكره الإسلام ودي جاي إخوان في شهر بعل الليداز ديال الفين واثين وعشرين كان حرقه إخوان المصحف الكريم وبطبيعة حل في السويد كانوا صراعات كبيرة وتحرقوا بزف ديال السيارات لأنه كي الجالية المسلمة اللي هي إخوان الصومال كانت كثيرة وبالتحدي ديال إخوان الصوماليين ما كانوش بغاي حرق القرآن ودخلوا في صراع مع الشرطة اللي كانت حامية لأنه اللي خسكم تعرفوا يا إخوان هو أنه هات سيارة تلتيام هذي مشاء أمام المقر ديال السفارة التوركي اللي كان في السويد وبالحماية ديال الرجال الشرطة كانوا بزف ديال البوليس اللي دارين علي الحراسة وكانوا بزف ديال الصحفيين جاب معي إخوان نصخة من القرآن وحرقها وبطبيعة الحال بزف ديال القنوات الإيطالية منهم اللي رفضوا أنهم يبينوا الصورة يا إخوان ديال القرآن هو كيت تحرق احتراما للمسلمين ولكن هات السيد باش يحتج على توركيا قرر أنه يحرق القرآن توركيني إخوان ما كانوا من المعاقز جابهم أردوغان جابوهم مسؤولين كبار في البلاد وقالوا بلا أنه هذ الحركة اللي دار هات السياسة كتبين القيمة ديال الكراهية توجاه المسلمين اللي كان حاليا في أوروبا وبلا أنه واحد الحاجة اللي هي عنصرية واللي في هالكراهية بزاف في أوروبا ولو كيدوزوها بالحرية ديال التعبير ولات هذي حرية ديال التعبير في حين أنه وهذا هذراك نقولها أنا كل ناض أهم المسلم حرقي إخوان وحد الكتاب مثلا عير ميتال إحنا وقال مسلمين ما كنتم ديروش هات الشي ولكن عير ميتال كل واحد المسلم مثلا ناض حرق الكتاب المقدس ديال اليهود في هاد الأيام مثلا كن رات شد في الحبس كن رات كلموا على المعادات للسامية وعدة يا إخوان توهم لأنه الو اليهود ما خصوا بشي تقاسوا أصلا يخوان في هاد الأيام القادمة غايب ذوي كون متانع على اليهود لأنه كي اليوم العالمي ديال الدكرة واللي كيتذكروا فيه إخوة المجازر اللي دار هيتلير على اليهوديين طبي تحلي إخوان هاتشي كامل مسموح أنك تديروا ضد القرآن وضد المسلمين وتحرق لهم الكتاب المقدس ديالهم ولكن ديانات أخرى ما مسموحش لك أنك تقسموا لقصتهم وراها يعني انتايا فعونصوري وبغي الكراهي وبغي الحرب وبغي بزر ديال المشاكل في المجتمع المهم ما علينا جوا إدانات كذلك من الحكومة المغربية وكانوا مظاهرات في عدة دول إسلامية من بينها كذلك إيران وعدة دول أخرى وطيب يتحلي إخوان بسبب هاد العمل هادوك المفاوضات اللي كانوا ما بين هاتثلاث دول اللي هما السويد فلانديو توركيا باش هاتجوش دولة أوروبية يدخلوا في حلف الناتو بسبب الحرب اللي كان في أوكراينا تأجلوا إلى أجل غير محدد وهذا هو الرد للتوركيا يا إخوان على هاد العمل الشانيع اللي قام به هاد السياسي اللي ماشي أول مرة يستفزز المشاعر ديال المسلمين الله يأخذ فيه الحق يا إخوان وجميع الناس اللي داروا أعمال من هاد النوع رهما ماتوش موسى الطبيعيات يا إخوان راه الأخبار رديش أتكلمنا على واحد منهم اللي مات محروق وكلمات مقتول وعدة مسائل اللي دير الشعودية الخير في حين أنه الخبر اللي كيتعلق يا إخوان بالمغرب هو يفيما يتعلق بالطانج يا إخوان الدبابات اللي الأوكرانيين بغنهم على حسب آخر الأخبار هو أنه الأوكرانيين كان عندهم 800 طانج في البداية ذي الحرب 400 على الأقل هذه أقل حاجة 400 إخوان تدمروا لهم ما بقواش صالحين وتملقص في ديالهم ولذلك 50% ديال الدبابات اللي عندهم مشاوليهم للروسيين على حسب الإحصاءات ديال الغرب تيقول لكم لأنه الدبابات اللي مشاوليهم 1,900 يعني الضحف ديال الدبابات اللي مشاوليهم الأوكرانيين بربعة المرات ولكن الدبابات اللي عندهم في المخزين ديالهم أراهم 12,000 يعني كنتكلموا على واحد النسبة ديال 10% ديال الدبابات اللي مشاوليهم حاليا كان ينضغط على ألمانيا باش أنها تعطي الدبابات ديالها أو ترخص الدبابات اللي صنعتهم هي من نوع ليوبارد واللي عند بزاف ديال الدول الغربية والدول الأوروبية باش يعطيهم الأوكراينا وخما شي هي اللي عندها وعند دول أوروبية أخرى في المخزين ديالها خاصة لها بدما تعطي ترخيص ديالها طيب يتحل حدود الساعتين يقول لك لا واليوم كان واحد إنفيتا قال لك على الأقل مدروا ندربوا الأوكرايين على هالدبابات وربما غيجي إخوان ترخيص في الأيام القادمة وفي الساعات القادمة المهم اللي كين هو أنه في الكلام على هذا الموضوع بدأوا كيذكر بعض الأخبار هو أنه مثلا كيف مجد لكم يومين هذي بريطانيا أعطاها تقريبا واحد تناشرة طنجي إخوان اللي هما يهادو كذلك فرنسا أعطاها تشي عشرة وكين كلام على أنه المغرب سلم وهذا شي يقول لك أبينة يعني يا الله سلم عشرين طنجي إخوان من هذ النوع اللي هما يا صنع دي الاتحاد السوفيتي سابقا ولكن هذ الأخبار إخوان على حسب مصادر مغربية لا أساس لها من الصحة يتم ترويج لها واللي روج لها هو واحد الموقعي إخوان ليس رسمي كيتكلم على الجيوش العربية وهو يا موقع جزائري بطبيعة حال كيتكلموا على هذ الخبر لأنه في هذ الأيام القادمة غتكون واحد الزيارة رسمية دي اللافروف الوزر دي الخارجي الروسي إلى المغرب إلى الريباط وكيروجوا هذ الأخبار عير لكي يدردروا العلاقة اللي كانت بالمغرب وما بين روسيا ناهيك على أنه الواحد اللي عنده العقل يفكر فيها عرب شوية المغرب عنده واحد الحياد كبير في هذ القادية واخذ تكون ضغوطات كون كانت غدي تكون ضغوطات على المغرب تكون عرف تصويت في الأمم المتحدة المغرب كيمتانع ما شكيمتانع كيف يخرج من اللقاعة ولذلك ما كيكونش مع الناس اللي هي مع أوكراينا ولا مع روسيا ولا يعني مع الناس اللي كتبقى يعني الوسط المغرب كيخرج من اللقاعة فما بالك أنه يصفت أسليحة لو قيت اللي ألمانيا اللي هي من أكبر الداعمين دي الأوكراينا ما بغاش تصفتهم وبازال متردد وعليها ضغط كبير والمغرب اللي ما عنده تشير بحفة الحرب كاملة غينوضي صفتهم هذ الأخبار يروجون لها أعداء الوطن راه ما عنده تشي صحة ولذلك وخيعني كي تكلموا على الصحف الغربية راه ما صحيحه وطبيت حالي على حسب الأخبار الأخيرة هو أنه الأوكرانيين يطالبوا بهذه الدبابات السبب الرئيسي لماذا؟ هو لأنه الدبابات اللي عندهم سالاو وكان كلام حول أنه فهذا العصر اللي كان صواريخ دقيقة وكان الدرون وكان كذلك هذو الصواريخ اللي كتحطهم من فوق كل الكتف دي الجندي يعني الدبابات ما زال عندهم مدور كبير أخي الصائيين تقولوا نعم الدبابات ما زال عندهم مدور كبير في الحروب حاليا وخاكين الدرونات وخاكين هذو الصواريخ اللي كيقدروا أنهم ينطالقوا من الكتف دي الجندي المهم هاتش اللي كيني إخوان في الجديد دي الحرب الروسية على أوكراينا وآخر حاجة اللي غادي نذكرها هاي إخوان هو أنه الفضيحة اللي كين اليوم في أوكراينا واللي بطبي يتحل غادي تضرب الصورة دي الأوكراينا اليوم هي إخوان مسؤولين كبار من بينهم ربعاء دي النائبين دي الوزراء يعني الوزير النائب دياله ربعات حيضه ناهيك على أنه واحد من بين كبار المسؤولين في الرئاسة الأوكرانية حتى هما يإخوان حيضهم المنصب ديالهم والتهمة هي الفاساد لأنهم تبين بلا أنه كانوا يسرقوا الأموال ديال الشعب في هذه المرحلة اللي خيبة بزاف مثلا عير باش من ناخد مثال سريع كان نكلم على أنه 22 كونتينر و 389 فاقو يا إخوان ديال السيكاك الحديدية يعني العربات ديال التران وكذلك 220 كاميو اللي خاصهم يقدموا مساعدة إنسانيا إلى الزابوريجا ما وصلوش كنتكلم عن 7 مليون ديال الأورو اللي تسرقات واللي سلقوها مسؤولين كبار في الحكومة الأوكرانية كان كلام على أنه المسؤولين اللي خاصهم يزودوا الجيش بالأكل كيشري بطاطة وعدة يا إخوان منتجات أخرى ولذلك هات الشي كامل كبير بلا أنه كين مسؤولين في الحكومة الأوكرانية اللي كيسرقوا يا إخوان مثلا فهذا الأزمة ديال الحرب ولذلك الروسيين صغلوا هاد الفورسا وقالوا بلا أنه هاد الحكومة اللي جات اللي هي موالية للغرب وتييقول لكم بلا أنه عدنا الشفافية ونحن ما كنسرقوش وحنا جينا باش خدموا البلد أرأتهم ما كيسرقوك في هذوك الناس اللي كانوا قبل منهم